موسيقى العيون تجدب الأضواء باعتبارها عاصمة إفريقيا وبذلك تدخل التاريخ وتصنع الحدث حيث تكثفت الجهود من أجل إنجاح هذا العرس الإفريقي في نسختي الثانية والثلاثين نشكركم على هذا الحضور ومرحبا بكم وأهلا وسهلا في مدينتكم مرحبا وسهلا وأهلا وأهلا فاحتضان مدينة العيون له دلالة ورمزية كبيرة على الساحة الرياضية والتنموية على المستوى الدولي نيابة على المكتب الجامعي نشكركم على المدينة والتنموية على المستوى الدولي نشكركم على المدينة والتنموية على المدينة والتنموية على المدينة والتنموية على المستوى الدولي نشكركم على المدينة والتنموية على المدينة والتنموية على المدينة نشكركم على المدينة والتنموية 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 على المدينة والتن ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نصر الله وأيده في كل الأقال واليوم ومدينة العيون المنفتحة على الوفود الإفريقية المشاركة تشكل بوابة المغرب نحو إفريقيا لتفتخر بكونها عرفت تتويج ممثلي القارة الإفريقية بالكأس الممتازة في كرة اليد وتأهيل كل من الفريق النسوي بريميرو دي أغوستو من أنجولا وفريق ترجي الرياضي التونسي رجال لتمثيل القارة في بطولة العالم للأندياء لكرة اليد وبهذه المناسبة أتقدم بالتهاني الخالصة للفريقين أنجولي والتونسي على هذا التتويج من مدينة العيون ونتمنى لهم مسيرة موفقة في بطولة العالم وفي الأخير أكرر ترحابي بضيوفنا الأعزاء وسنبقى رهن إشارتهم للصهر على راحتهم طيلة أيام المنافسة على بركة الله أعلن افتتاح الدورة 32 لبطولة إفريقيا للأندياء الفائزة بالكاس بسم الله أكرر أن أفتتاح الدورة 32 لبطولة إفريقيا للأندياء الفائزة أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا بهذا تنطلق البطولة الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين للأندياء الفائزة بالكاس بمدينة العيون تنطلق البطولة إفريقيا للأندياء الفائزة بالكاس بمدينة العيون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيظل حفل الافتتاح المميز لهذه الدورة سيبقى دائما في ذاكرة الرياضة الافريقية لمستواها الفني والروعة والتنوع الثقافي في المملكة مما جعله حديث الساعة لذا كثير من الاعلاميين المبهر في حفل الافتتاح بجانب الفكرة والرؤية كان تلك الدقة في تحرك المجموعات وقد شارك في ادائه عدد كبير من الفرق الموسيقية الى جانب افراد من مؤسسات تعليمية بمدينة السمارة والعيون ودد السمارة لكرة اليد وأمام جماهير أثثت مدرجات القاع المغطات الجديدة بحي المطار دخل هذه المقابلة والفوز والمبتغى أمام خصم من الكونغو الديمقراطية فريق جيسكا المنهازم في المباراة الأولى أمام الزمالك المصري الفريق الصحراوي وبعد فوزه الذي حققه يوم أمس دخل هذه المواجهة بدون مقدمات من أجل التشجيل واللعب بكل أريحية خلال المواجهات المقبلة ضد فرق من الحجم الكبير كالحمامات التونسي والزمالك المصري قوة الوداد ظهرت جاليا خلال مجريات الجولة الأولى التي انتهت بنتجة قوية عشرون مقابل ثمانية النصف الثاني نفس السيناريو سيطرة كاملة وهداف بالجملة وأداء رائع لفريق أروع يبصم على مستوى كبير ضمأن الحضور وكذا جميع مكونات الفريق دعوال كبير شعرات جاليا خلال مجرد في ثاني مباراة هذا جيد من دانا نتقاط في كل مقابلة مقابلة اليوم أمام فريق جيسكا فريقون جيدة شعرات جاليا خلال مقابلة اليوم شعرات جاليا خلال مجرد في ثاني مباراة شعرات جاليا خلال مقابلة اليوم شعرات جاليا خلال مقابلة اليوم شعرات جاليا خلال مقابلة في مادينة العيون ولكن أول مرة تلظمت البطولة وبدأنا جميع المغرب كامل لأن الشبب براء رائع ومدينة العيون مدينة تعقيدة ولكن أرى مثل الجو المدينة تعقيدة والعائلات والأولادات بنا نحن ندركه çalışة عيونها مدينة مزيانة ومدينة مترقية ومزيانة الحمد لله نحن أولاد الجمعية في مهضة جينا نشجع أولاد سمارة وولاد ويدات سمارة لهذه الأول تظاهرية تتوقع في العيون جينا نشجع أولاد سمارة حيث معظمنا ما شفنا شي بالعيون اشتركوا في القناة